أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل بي الوحدة الرابعة الملوثات الطبية ونواصل التسجيل المغاطع لشرح محتويات هذه الوحدة وفي هذا المقطع نتناول النفايات الكيميائية والصيدلانية النفايات الكيميائية وهي عبارة عن محاليل بعض المركبات الصالبة وتنقسم إلى قسمين خطرة المحاليل السامة والقابل الاشتعال وزاة الرائحة الكريهة المزعية والمعقيمات الخاصة وبغاية محاليل المختبرات وكذلك الأدوية المستخدمة وفاقدة الصلاحية غير خطرة المركبات العادية زاة الصلاحية المنتهية إذن النفايات الكيميائية تنقسم إلى قسمين اللي هو خطرة وغير خطرة خطرة وغير خطرة خطرة وغير خطرة النفايات الصيدلانية هي العقاقير الدوائية المنتهية الصلاحية الأدوات الجراحية الملوسة وغير الملوسة والزجاج وكذلك الأدوات التي تعرضت لتلوث البكتيريا والفيروسات مما يجعلها غير قابلة للاستخدام ونرى هنا كثير من الأدوات التي تم استخدامها إذا عقمت أوكي وإذا لم تعقم ميزان تعتبر ملوسة ويجب التخلص منها وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع وسوف نواصل التسجيل في مقاطع أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر